جزء بقى متعلق بعنصر مهم جداً في مباراة يوم السبت وهو جزء متعلق بالحكم بكاري جسامة يعني طبعاً أنا بتابع كل اللي بيكتب على السوشيال ميديا والكلام اللي بيكتب بخصوص بكاري جسامة هو كلام مبني على الأحداث السابقة أو على المباراة السابقة طبعاً بس المشاهد الحالية جوه كواليس الكاف بتقول إن المشهد القادم ممكن يكون مختلف عن السابق لسببين لسببين يعني متفق معاه فوجة النظر دي طبعاً كان ممكن لازال القلق مستمر مش بنفس النسب القديمة لأن اللجنة تغيرت وليك يمشونج الآن غيرت ثلاث مرات لكن الأهم أنه الآن هناك مئة حكم منهم جسامة الفيفا يرصدون أن أدارة النادي الأهلي يعني أولى الجمهورك بعد إذنك ذهبت بعيداً وشكت في الكاف وفي الفيفا ما معناه مذكرة بما حدث سابقاً من نفس الشخص مش من التحكيم الأفريقي لأنه ده تحكيم خرطنا مع احترامه أنه من النخبة فوكأن الأهل يرسل الراجل بتاع النخبة ده بيعمل فينا كده ليه يعني يعطيه قدره في نفس الوقت تمام وخبال حضرتك وبالتالي ما علمته أنه وصلت بشتطمنات أن المباراة مرقبة وأنه لن يصلح بعد ذلك في القرى جمعاء الاهتراء اللي كنا بنشوفه أكيد الانتحاد الدولي حطي إيده على الملف ده مات الكلام هو الذي سيعين هو الذي سيعينه وفكرة اختيار عشرين حكم خلى الحكام نفسهم بيتسابقوا على فكرة أن كل واحد عايز يتحط من ضمن العشرين هو اللي هيعينهم في المباراة قرتهم وفي المباراة الدولية اللي بره لا وفكرة الفكرة المالية يعني طبعا الجزء المالي ده مهم جدا بالنسبة للحكم في إفريخيا جدا جدا أنا لما أكون من ضمن اختيارات الفيفا للحكام المختارة بعدد محدود حوالي خمسطاشر عشرين الفترة الجاية وتحديدا في نهاية شهر مارس لما أمضي عقد مع الاتحاد الدولي غلي ما يكون بتعامل ملام على الاتحاد الإفريخي أنا في الاتحاد الإفريخي طبعا طبعا وإسمك إسمك مفيش حد هتجمله في اللجنة فيجملك ويديك ماتش لا خلص ده بالضبط لأنه تعينك أساسا مع اللجنة أوليك ولينا ونصيب بساك لجنة الحكم في الاتحاد الدولي خلص الكلام فالقصة اختلفت خلص الكلام